السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم في صحفي هذا الفيديو الجديد الذي سنتكلم فيه على الاتصال الهاتفي من طرف الرئيس بايدن لمحمد السادس يعني عندما نتكلم عن اتصال الهاتفي من طرف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني من الدول العظمى ومن الدول المسيطرة وميناء وميناء مش اتصال هاتفي عادي فندهب لنارى شنوز قال في الإعلام المغربي حول هذا الاتصال ونشرنا التفاصيل بيال ماذا قيل في الاتصال الهاتفي تلقى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من بايدن إثر الزلزال المؤلمي الذي ضرب عدد دلم كبيرا من أقاليم المملكة وخلال هذه المباحثات أعرب الرئيس الأمريكي لمحمد السادس وللشعب المغربي عن تعازيه الشخصية وكذا تعازي الشعب والحكومة الأمريكيتين إلى هنا كل شيء انتمام لكن فجأة سينتقل هذا الخبر من مجرد تعزية إلى إشادة بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات الزلزال بفضل التعليمات الملكية السامية فكيقول أنه مشيدا بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات الزلزال وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بايدن في الاتصال الهاتفي قال للماليك أنت تبارك الله عليك السرعة والنجاعة في تدبير تداعيات يعني بك الشي اللي درته راه عظيم مع العلم أننا شفنا أنه ما كانش سرعة هو لا نجاعة ولا أي حاجة لأنه محمد السادس مجرد الاجتماع دياله كان بعد 24 ساعة ما كانش هناك تحرك في الساعة اللولة في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في الساعة العاشرة في الساعة الحداشة فكيف يتكلم بايدن على سرعة ونجاعة واش بايدن كيكذب على المغربة ولا ماذا هناك إذن فعلينا أن نذهب لين للموقع ديال الحكومة الأمريكية التي نشرت بيانا يتكلم على ماذا جاء في المكالمة الهاتفية اتصل الرئيس الرئيس جوزيف بايدن الابن اليوم بملك المغرب محمد السادس لتقديم تعازيه في الخسائر في الأرواح في الزلزال المدمر الذي وقع في الثامن من سبتمبر ولإعادة التأكيد على الشراكة العام قال مهم أكد أن بيناتنا شراكة ودكشي بين المغرب والولايات المتحدة واستعرضوا المساعدات الأمريكية شيء لم تذكره وسائل الإعلام المغربية لأن هناك أموال كتدخل وهناك دعم وهناك عطايا من العديد من الدول ومن العديد من المنظامات دعم نقدي لا تتابعه الإدعات والقنوات والإعلام المغربية هم يتابعون فقط الأماكن التي يوجد فيها الجيش وكأنهم يريدوننا أن ننسى ذلك التدبير الأهوج وذلك التدبير الذي تسبب في إزهاق الأرواح تدبير إجرامي واحد الإهمال ما بعده إهمال يعني احتمت اللي مات وتدفن اللي تدفن ما بقاش هناك أمل العثور على حياة عاد خرج الجيش وخرجات الأجهزة أجهزة وجيبة مع هالكاميرات زميلة صوروا وراثهم ده باك يدرو شي حاجة غادي نساوا بأنهم ما خلوش المساعدة تدخول بأنهم ما تحركوش على ثلاثة أيام وعلى ربع أيام ولهذا وبقاوك يلقاو يعني المبررات والأسباب يعني بمجرد صور على التلفازة ولا صور على الأنترنت ولا واحد كيمشي هزو واحد اللي بيبوي عنقو يصوروه وينشرو الصور دياله ويسبونسور زيوها ويبين لعبونا على العاطفاء ويدوروا مع هالموسيقى غنسوا بأنهم كانوا سببا في قتل العديد من المغاربة نكملوا شنو قال بايدن واستعرضوا لمساعدة الأمريكية لدعم الجهود جهود المغرب في الاستجابة للكوارث لدعم جهود المغرب في الاستجابة للكوارث أمريكان كتقدم تستعرضوا مساعدتها باش تدعم المغرب في الجهود دياله لدعم في الاستجابة لهذه الكاريتة لا كلام هناك لا إشادة بسرعة ونجاعة في تدبير تداعيات والتعليمات السامية وكذا وكذا هذا كله كان مختراع لإعلام المغربي اللي هو يصر يعني أيما إصرار على أن تحت تدعمات سامية لمحمد السادس كانت هناك سرعة لماذا؟ لأنه هو تحت القصف حاليا القصف ديال الإعلام العالمي ما كانش يقول لك إعلام فرنسي هو يريد التوجيه البوصلة إلى الإعلام الفرنسي هو تحت قصف الإعلام العالمي لأنه ولا أحد من وسائل الإعلام والصحفيين والمتسبعين من خارج المغرب تهضمت لهم كيف أن الدولة رفضت المساعدات كيف أن الدولة لم تتحرك كيف أن الدولة لم تكن لديها الإمكانيات في تلك اللحظات الحاسمة نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع نهار الخامس والناس يستغيتون والموت تحت الأنقاض والأحياء تحت الأنقاض وقتلوا بسبب التهاون وبسبب رفض مساعدات ودخول فرق إنقاذ أجنبية فهناك أيضا الكلام بما في ذلك نتكلم عن المساعدات بما في ذلك مليون دولار مخصصة لأنشطة الإغاثة يعني مليون دولار مش كدعم دي الإعادة الإعمار ولا دي لا هذه مليون دولار تعطات من أجل الإغاثة هي باش ينقضوا الناس وباش باش تفهموا أن النظام المغربي أصبح فقط يقبلوا بما هو نقضي أنا غير الكاش أنا ما بغيت له فارق إنقاذ ما بغيت لي جيعوني ما بغيت شي حاجة بغيت الفلوس كاش يدخلوا للبانكة وأنا غادي نعرف نتصرف وهذا الشي اللي كيزيدي يفسر لنا علاش أن المغرب بغيبان أنه متحكيم ومسيطر على الموقف يعني أنا را عندي الإمكانيات بالرغم أنه ما عندوش الإمكانيات باش يباشر هذه العمليات أنا متحكيم في الوضع بالرغم أنه غير متحكيم في الوضع باش منين تدخل المساعدات يقلالوا كي نقولوا ما غادي تحسب معهم تاشي واحد ما غتكون مراقبة ما غتكون تاشي حاجة أنا راني ساعد الناس أنا را قمت بالإغاثة لكن الإعلام العالمي شاف بعينيه لكن الإعلام المغربي كما نشوفه هو مصر على أن ينفي التهمة على محمد الساديس قال لك بفضل إعلام العالمي يتهمه باش بأنه لم يكن سريعا في الاستجابة بأنه يعني إنسان مهمل وهما خرجوا شنوك يقول لك الرئيس الأمريكي كي يكتبوا دبعا الرئيس الأمريكي قال لك أشاد بسرعة ونجاعة تدبير تداعيات الزلزال المغربي وكأنهم هاته الصور ما رسا في رنسينا سوف يورونا شوي دي الصور لسونتي مونطال غد ينساوا أنهم قتلة وأنهم مجرمون ومن يخرج اليوم وكي يقول لك ماشي المجال باش تهضر على اسميته فأنت تدافع عن القتلة وأنت مشارك في دم الأرواح التي أضهقت جراء الإهمال إني أي واحد كيدافع على المخزن حاليا وكيحاول نقع له الصورة دياله كأنك واحد قتل واحد إني العدد كبير من الناس وانت كجي تقول الله ما قتلهم شو وراك يدير اللعلي وحنا كنشوفوه بعيننا أنه ما درش اللعلي هو أنه أهمالة وأثقالة عن عمد بالعاني لأن كانت هناك العديد من الفرص باش يتنقدوا الناس لكن هو عنده الحسابات دياله وعنده القراءات دياله هو أيضا الرئيس الأمريكي يتكلم هنا على إنعاش المناطق وهي المتضررة ويتكلم عن إعادة إعمار فهذه المساعدات وهذه الاتصالات الهاتفية التي تأتي من دول راح ليست من فراغ يعني راح ما بعد الزلازل وما بعد الحروب كأن هناك يعني أعين ديال الصقور والحيتان تراقب يعني فهي كتتعتبر مرشية إعادة الإعمار وإعادة البناء وإعادة كده وكده لكن المخزن يريد أن ينسب كل شيء إلى نفسه ويريد أن يكتفي بتلقي الإعانات وتلقي الأموال وتلقي القروض والاقتطاعات والصناديق محمد السادي ما شيجاو لحديك مئة مليون دولار هاك كاك في داك الصندوق بما أن كاين هناك مشاريع باسم يعني إعادة الإعمار ما رأتنا شنا إعادة الإعمار كيفاش غتكون واشغي يكون فعلا توزيع ديال هاد الشي ديال هاد الشقاق وجبر الضرار ولا شيء حاجة المهم بالنسبة له أنه كاين هناك مرشي وأن فلوس غادي تدخل وأن مسائل غا تبني هو عنده شركة البناء شركة السيماء شركة ديال الحديد لياجور يعني أي حاجة ممكن يتخيلها راسك ناهيك على مؤسسة محمد الخامس لسلق المساعدة ناهيك على الصندوق اللي دار له والمفاتيح ديالها تحسيد ديه يعني هو غا يحط كإعانة ونشيد بتلك الإعانة ديال ره مليار ديال اللي ترهم حطها محمد الساديس ولكن هو اللي عنده صورة الصندوق مع العلم أن محمد الساديس أيضا يعني أنشأ صناديق كثيرة وتلك الصناديق إلى يومنا هذا لم يستفيد منها المغاربة دائما نقع في نفس المواقف وتتكرر الأخطاء ولا نتعلم محمد الساديس كيف تفتح صندوق كيقولك من أجل كذا وكذا والإعانة وكذا والتضامن وهذا والتأذور وينفخ الإعلام في الصورة محمد الساديس كيقولك ره هو اللي اعطى المبادرة هو اللي كذا إذا نحنا نكون قدوك وكي يبقى له حفلوسو داك الصندوق فجأة تجي يعني حوادث وأشياء وينسونك والإعلام لا يناقش في الصندوق اللي افتتحه وش حال فيه ديال الأموال وكيف صوري فات وفين مشات وكذا وكذا كي يجي عود يقولك نفتح صندوق جديد أو تاني كما ترمع صندوق الكواريت كما ترمع صندوق كورونا وما حطنش المغربة التفاصيل شكون نستفدش كل ما استفدش أصحاب الشركات ديال الشركات يعني خلقوا شركات جديدة هالشركات ديال الماسكات هالشركات ديال المعقيمات هالشركات وكلهم حول محمد السادس ويطفون في فلكه فهنا نرى أن الإعلام المغربي ولا ما عندوش المشكلة أنه يكذب على المكالمة هاتفية ما بين الرئيس دبيضا وبين محمد السادس من أجل أن ينفي التهمة لمحمد السادس أصبحت ملتصقة به هو أنه مسؤول عن الأرواح التي أزهقت لماذا يعني في لحظته داخل زلزار لماذا الله يرحمه ولكن كان هناك العديد من الناس الذين كان بكل بساطة ممكن إنقاذهم لو كان هناك تدخل من الجيش في الوقت والحين في الساعة اللولة للدارك كان هناك تدخل والسماح بالدخول ديال فرق لإنقاذ ديال ستين دولة كانت سيتم إنقاذ العديد من الأرواح لكن حتى ذلك الرقم ديال سلتلاف يتم نشر واحد الرقم اللي هو مزور يعني بشيبان لأننا كنا ناجعين وتم الإنقاذ وكذا وكذا لكن حقيقة الأمر ممكنش تقول لي أن خمسين ألف منزل تضرر وحنا كنشوفوا بعينينا كل القرية كيدوزع لها الناس كيسولوهم اللي كيقول لك ميال اللي كيقول لك مية وعشرين اللي كيقول لك مية واربعة واربعين اللي كيقول لك تمانين اللي كيقول لك ستين إلا جينا نجمع تلك الدواوير واحدة سبعمية دوار ولاش حال فهذا العدد اللي كتقول الجهات الرسمية غير مقبول وغير منطقي بتاتا فكان هذا الفيديو باش نبين لكم كيف لشن هو المستوى اللي وصله الإعلام المغربي من أجل أنهم فقط اللي كهمهم هي تلك الصورة ديال النظام وديال المؤسسات والأجهزة أنها ناجحة في التدبير بالرغم من فشلها يعني بغني محيولكم ذك شي اللي شته من عينكم وبغني شوفوا يعني في عينكم التمجيد والثقة ترجع في القتالة مرة أخرى دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قديم السلام